السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناتي احلى اكلة في مطبخ سجن. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. زي ما انتو عارفين خلاص فاضل حوالي يومين او تلاتة على رمضان. عملنا النهاردة تفرزات رمضان زي ما انتو شايفين. لازم يا جماعة نوفر اكبر وقت ممكن في رمضان طبعا مش هنقضي وقتين طول النهار في المطبخ. لازم نوفر وقت للصوم والصلاة والعبادة. وطبعا لازم نختم المصحف مرة واتنين وثلاثة في رمضان. ربنا يجعله يا ربي في المزان حسناتكم. عملنا النهاردة تفرزات رمضان كرمب. وجوافة عصير طبعا. وعملنا صلصة تماطم. وسيحنا سامنا. وعصجنا لحمة مفرومة. هنبتجي نسمي بالله ونصلى على رسول. عليها افضل الصلاة والسلام. سلمي. صلي على الحبيب. هنا كان معنا حوالي كيلو ونص من لحمة المفرومة. وكيلو ونص من الزبدة. جي زبدة الشرقية يا جماعة لا يقل عليها. بصراحة انا اول مرة اجربها وانبهرت بيها. يعني تحطش كيلو ونص او اي كمية جي بيها ما بتتبخرش. وما بتطلعش اكتر من معلقة مرتى. الزبدة الحلوة اللي يا جماعة ما بتطلعش مرتى كتير. هنا كان معنا ستة كيلو من الطماطم. ده سعر الكيلو خمسة جنيه. غسلتها كويس قوي زي ما انتم شايفين? وقطعطع. انا سايبة دول بس عشان ايه اوريكو قد ايه هي اه صبحة ومش بستوية. وسعرها حلوة قوي. نبتدي نسمي بالله ونصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. جبت هنا بنجراية طبعا عشان حطها على الطماطم بتاعتي عشان تدينا طعم وكيمة غزائية ولون. تمام? قطعتها حيطة صغيرة كده. وحطيت على الطماطم نص كباية من المية وهرفعها على النار. هي كده يا جماعة بعد مرور ساعة سلقتها وصفيت العصارة اللي بتنزل منها لان المية اللي بتنزل منها بتبقى صفرة وبتبوز شكلها. نجيب الكبه بتاعتي بقى لان بتاخد اتنين لتر من الطماطم. انا ما الخلاط بياخد لتر واحد بس. فانا ايه? حبيت انجز الكمية كلها على ثلاث مرات. دربتها في الخلاط زي ما انتو شايفين كده في الكبه. وبعدين هنجيب المصفى ونصفيها طبعا عشان شايفين العصارة اللي بتنزل منها. والبزر بتاعها يعني حاجة مش مستحبة في الطماطم. كده خلصنا الصلصة هنبتجي بقى نعبيها في كياس او بارتمانات زي ما انت عايز. عملوا معي حوالي ست كياس. وانا قبل كده كنت جايبها ستة كيلو برضو عملتهم حوالي عشرة كياس. لان الستة دول يعني لو عملت حزومة اي حاجة يبقى الكيس في كيلو. هنا بقى ابتديت ارفع السمنة. الزبدة بتاعتي على النار حطيتها ده كيلو ونص. ما خدتش يا جماعة والله حرفيا كده اكتر من عشر دقايق تسيح على البوتاجيس. هنا بقى دي حل جرانيت او تفال. ليه? هتقولي لي عشان يعني ما تاخدش معاكي وقت كتير وما بتفرش. عما بتعمليها في جرانيت او تفال. ما بتفرش. حتى لو ما اقول لو انت مش وقفة جنبيها. طبعا هنا بعد مرور عشر دقيق ابتدت ايه? اتعمل الرغاوي بتاعتها كده. وما خدتش والله معايا اكتر من عشر دقيق وكان لونها دهبي. وطلعت المرتب بتاعتها حوالي اقل كمان من معلقة. اللي هي المعلقة الكبيرة بتاعت الاكل. يعني انا جزي من عشاء المرتب يهلي فيني المرتب. قلت له ما هو المعلقة ديت اللي تلعت منها. طب يعني وده بيقولي ده كويس ده ولا وحش. قلت له لا ده طبعا خير طبعا. الزبدة الحلوة اللي ما بتطلعش مورتة كتير ما بتبقاش ملغبطة. هنا عملوا معا البرتمانين الحلوين دول متخيلين ان انا كنت بجيب مسلا كيلو نص او اتنين كيلو يعملوا معايا برتمان صغير. كده خلصنا الزبدة بتاعتنا وحطيتها طبعا افل برتمانات زي كده هوت وحطيتها بعد كده اما بردت حطيتها في التلاج. هنا بقى كب معايا كيلو نص من اللحمة المفرومة. ومعانا نص كيلو من البصل. الحمد لله جماعة بشرة خير البصل بقى الكيلو بعشرة جنيه. هنا بقى معانا فلفل احمر وفلفل بارد. ومعانا طماطم. هنبتدي بقى نعصج اللحمة المفرومة. انتو عارفين ان رمضان صفرتك ما بتخلاش من الجلاش والبشامل والكوسة باللحمة المفرومة. والسنبوسة طبعا. هنا بقى نزلت بمادة دهنية زيت او سمنة المتواجد عندكم متقفيش على اي حاجة. هنا نص كيلو من البصل عاملة في الكبة عشان البنات عندي ما بيحبوش البصلة تبقى باينة في الاكل. حبة قطعي بقى شرايح براحتك. ننزل بقى التوابل بتاعتنا. فلفل اصمر معلقة شطة سبع بهارات ملح. وبنزل على البصلة بطلع ريحة جميلة او يا جماعة يعني بتخلي العصج بتاعك تحفى. هنزل بقى باللحمة المفرومة مش هحمر البصلة ومش هديلها لون عشان العصج بتاعك يبقى طعمه حلو ما يبقاش مر. طبعا كل ما بتحمر في البصلة بيمرر العصج بتاعك. طبعا الكلام ده للبنات. احنا ستات بيوت كل اللي انا عارفين. انا عارفة ان انتم ستات بيوت شطرين وعلى راسي. وربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. هنا بانزل بالتماطم والفلفل الحار والفلفل البارد. وحط عليها اه حوالي ربع كباية من المية وبس بها لحد ما تتعصج. واطفي عليها. كمعا حتى التوابل بتاعتي كلها على البصل. هيدا بعد عشر دقايق بعد ما تعصجت وبقت زي الفل كده معي. هبتيجي بقى اجيب اطباق او كياس بس لازم تكون اللحمة المفرومة بتاعتي بيرضت تماما. عشان الاكسادة يا جماعة الله يرضى عليكم. يعني خلي بالك من الحاجات دي دايما. لازم يكون الكياس بتاعتك كمان ضمن الجودة بتاعتها. ويكون اللحمة المفرومة بردة من السخنة. هنا بقى كم معي تلاتة كيلو من الجوافة الامر دي. الجوافة دي يا جماعة كيلو بعشرة جنيه. يعني دول بتلاتشين جنيه عملوا معي حوالي عشرة ليتر من العصير الفرش. هنا انا بفرح بالورق ده ولما بلاقيه بجيبه وبغسله وبنشفه وطبعا بينفعنا ما بيكون عنده احد عنده دور بردة او صعير. كحة يعني عمد. هنا بقى كم معي كرومبايا الامر دي. وانا رجع بالسوق لقيت ايه واحدة قعدة بيهم. كانوا تلاتة فاشتريت واحدة دي بخمسة جنيه. اسبها في حالها? لا طبعا. يعني كل توفير قلت مش هتخسر. على ان جايبها كرومبايا برضو كنت انفرزها معاكم. هنا بقى جبت الجوافة وغسلتها مرة واثنين وثلاثة وقطعتاشة رايح. وهبتيجي بقى اقسمهم على خمس تطبق. شايفين الجمال? اللهم بارك. يا ريد المشاهدة واللايك يا جماعة. فضلا وليس عمر. هنا يا جماعة الفيديو بتاعنا خلاص خلص النهاردة تفرزات رمضان وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. واللهم بلغنا رمضان. اشتركوا في القناة